أول موضوع هنتكلم فيه في كورس Data Structures and Algorithms هو Analysis of Algorithms إزاي تحلل الألجوريثمات أو إزاي تحلل الكود اللي انت بتبنيه بكل بساطة بحيث أن انت تراعي نقطة الPerformance اللي هي أهم نقطة في عالم Data Structures and Algorithms علشان نفهم إزاي نحلل الألجوريثمات اللي بنعملها بشكل صحيح لازم نعرف إن عالم Data Structures and Algorithms هو أساسا قائم على كلمة مهمة جدا اللي هي الPerformance الأداء أدي إيه الأبليكيشن بتاعي أو البرنامج اللي أنا ببنيه أو التطبيق أو التسلوشن اللي أنا ببنيه أي أن كان إيه نوعية التسلوشن ده سرعيته في التنفيذ أو سرعيته في التشغيل أو سرعيته في أداء المهمة أو حتى الـ Size أو الأحجام اللي هو بيستخدمها على الجهاز أو الموبايل أو الحاجة اللي أنا مخزنه عليها فيبقى أهم نقطة بالنسبة لنا لازم نعرفها واللي على أساسها إحنا هنعمل الـ Analysis of Algorithms اللي هي الPerformance الأداء والPerformance هنا بيتلخص في حاجتين الـ Time و الـ Storage أو الـ Capacity أو الـ Size الـ Time اللي هو الوقت المستهلك في تنفيذ الأجوريثم أو الكود أو البرنامج ده أما الـ Storage طبعا فهي المساحة التخزينية اللي حيتم استخدامها أو استهلاكها من خلال التطبيق أو سولوشن أو حتى الأجوريثم اللي إحنا بنينا علشان تكون على علمه برضو هو حاليا الاهتمام ما بقاش على الـ Storage قوي يعني حاليا الاهتمام بقى متجه على الـ Running Time أكتر لأن الـ Storage بكل بساطة مشاكلها تحلت لأن دلوقتي كل وسائط التخزين أو كل الـ Hardات أو كل طرق التخزين بشكل عام سواء التخزين المؤقت أو التخزين الدائم اللي هي الرمات أو الـ Hard Disk فكل الحاجات دي بقت متوفرة بكثرة وبكميات كبيرة جدا فما بقاش النظر عليها بشكل مباشر فالعملية بقت بسيطة من ناحية الـ Storage أو مساحة الذاكرة لكن المشكلة أو الاهتمام الأكبر بالنسبة لنا حاليا بيكون في الـ Running Time أو الوقت مع العلم طبعا أننا في المسائل اللي هنحنحل لها إن شاء الله على الـ Code قدام هنتعرض لمسائل فيها تحديات من ناحية الـ Running Time ومسائل تانية فيها تحديات من ناحية الـ Storage أو الـ Space تركزنا حاليا في التعلم هيكون على الـ Running Time بكل بساطة لو بصينا لأبسط مثال من ناحية الـ Running Time فإحنا لو عندنا Algorithm A و Algorithm B من غير أي طرق ومن غير أي وسيلة إحنا نعرفها عاوزين نقارن ما بين Algorithm A و Algorithm B ونشوف أنه واحد أسرع ادن نفسك مدة 10 ثواني بس كده تفكر بالضبط كده لو اديت لنفسك وقت تتفكر هتقول آه فعلا أنا ممكن أطبق Algorithm A و أطبق Algorithm B واللي يتنفذ ويخلص قبل الثاني يبقى هو ببساطة الأسرع من الثاني خلونا مع الطريق ده لحين ما نشوف طرق بديلة قدام شوية صغيرين هناخد أبسط مثال من ناحية Algorithms عندنا مثلا الـ Searching أو لو أنا عندي R-Ray أو عندي مصفوفة زي الوضحة قدامنا دي وأنا حابب أبحث عن رقم جوه المصفوفة دي فطبعا علشان نوصل لحل للمشكلة دي أنه هو أبحث عن الرقم ولا إيه ففي عندنا طرق كتير جدا علشان نحلل الطريقة اللي حنستخدمها لازم نعرف أن أسلوبنا في التحليل هيعتمد على 3 نقاط أول نقطة لو أنت لقيت النتج بتاعك في أول عنصر جوه الـ R-Ray أو جوه الليستة دي فده معناه أن العنصر ده موجود في حالة بنسميها أو في عالم Data Structures والAlgorithms بنسميها وده بكل بساطة لأنه ما استهلكش أي وقت وما استهلكش أي resources من resources الموجودة إلا حاجات بسيطة جدا فعشان كده بنسميها الـ Best Case ودي أفضل حالة بيعاد بيها أي algorithm تاني حالة موجودة اللي هي بنسميها الـ Average Case أو اللي هي الثيتا نوتيشن وده بكل بساطة أنك تلاقي العنصر بتاعك موجود في نص الـ R-Ray فهو استهلك مجموعة من resources سواء وقت أو storage ولكن حاجة بسيطة جدا آخر حالة معنا اللي هي بنسميها الـ Worest Case أسوأ حالة اللي هي بنسميها الـ Annotation أو Big O Notation ودي ببساطة بتركز على أسوأ حالة موجودة في عملية الـ Searching اللي قدامي أن أنت بتبحث عن رقم الرقم ده حلقيه في آخر عنصر موجود في الـ R-Ray أو مش موجود أساسا في الـ R-Ray فأنت حتضطر تعدي على كل عناصر الـ R-Ray الأول وده حيكون تركيزنا الأساسي حيكون على الـ Worest Case لأنه بكل بساطة أنت محتاج تركز على أسوأ حالة اللي ممكن تستهلك resources وممكن تستهلك وقت بأكبر قدر ممكن علشان تبدأ أنك تعالجها وتحسن من استهلك resources دي للأحسن والأحسن فدي مهمتنا الأساسية وإحنا بنعمل Analysis للـ Algorithms أننا هنهتم بالـ Worst Case أو أسوأ حالة دايماً علشان نبدأ أن نحسنها ونطورها دايماً أنها تكون أفضل وأفضل بدل ما تستهلك مقدار كبير من الميموري أو بدل ما تاخد 3 أو 4 ثواني في التنفيذ نخليها تستهلك أقل من ثانية في التنفيذ وطبعاً من أهم الأسباب اللي بتخلينا ركز برضو على الـ Worst Case Running Time أنه هو أسهل في عملية التحليل زائد النداء اللي احنا محتاجينه فعلاً في الـ Applications الحساسة وخاصة في Application اللي علاقة بالـ Finance الماليات أو حتى الـ Robotics لأن بكل بساطة أنت كمبرمج مثلاً لو شغال في الـ Robotics وبتبرمج الروبوتات مثلاً وبتبرمج رد الفعل الخاص بالروبوتات فأنت بكل بساطة هتبقى محتاج دقة وسرعة في تنفيذ الأوامر بشكل كويس جداً لأن مثلاً لو حد جه وزق الروبوت بتاعك فأنت مطالب أن أنت تسجل رد الفعل بتاعه اللي هو في أقل من ثانية يقدر أنه هو يتمالك نفسه وما يقعش على الأرض لأن بكل بساطة لو الألغوريثم اللي أنت بنيه خلاه أنه هو يبني رد الفعل بتاعته بعد ثانية أو ثانيتين هتلاقي أنه هو وقع وبعدين عمل رد الفعل فأنه هو إيه فايدة الرد الفعل وقتها مش هيبقى منطقي فوقتها إحنا محتاجين نركز على الوريستي كيس دايماً أسوأ الأحوال علشان نبدأ نحسنها ونشوف ألغوريثم مختلف أو نحسن الألغوريثم بناء على النقطة دي آخر مرة قلنا علشان نقارن ما بينتوا ألغوريثمز قلنا إحنا نجرب الاتنين واللي يخلص الأول يبقى هو أسرع والطريقة دي جميلة وزي الفل ولكن ديها ليميتيشنز ليها حدود حتخلينا مش هنعرف نعملها واينفعش؟ ظروف مختلفة ونفس الظروف دي معناها أن يكون لها نفس الهاردوير، نفس الصفتوير نفس الوقت نفس كل التفاصيل الممكنة وعايز أقولك حتى لو وفرنا نفس الهاردوير نفس الصفتوير فمش هنقدر نوفق نفس الوقت وما أحضنتulates نفس حالة كل عنصة هاردوير ونفس حالة كل عنصة ممكنpruch ألأ مام اللوت بس atrav metal مسيحين ألأ انت تنفذ عليها الجرزع المعين ولطريقةa كان código عدل والتاني اقل او اكتر من واحد تيرا. فالظروف مختلفة. ممكن حتى لو هم الاتنين مختلفين بس الهرث بتاع الهارد ده اقل او مختلف عن الهرث بتاع الهارد التاني. او ممكن يكون نوع الهارد ده مختلف عن نوع الهارد التاني. فيأثر اساسا على سرعة التعامل مع البيانات او سرعة الاحسسنج انك تاكسس الديتا اللي موجودة جوه الهارد وهكذا. فحتلاقي مهما حصل الظروف مختلفة. لو الهاردوير والصوفتوير تمام ما فيش مشكلة ممكن النت نفسه الانترنت اللي بتوصل به يكون مش فانت لو شفت كل الظروف هتلاقي ان الموضوع صعب جدا ان انت توفر نفس الظروف لأكتر من جهاز يكونوا شغالين في نفس الوقت وحتى لو فرضنا انك عرفت توفر خلاص فده هيستهلك منك وقت كتير جدا لان احنا دلوقتي بنتعامل مع الجوليثمات لو بصينا للالجوليثمات الكبيرة بتاعت الاي اوي مثلا الالجوليثمات الذكاء الاصطناعي بشكل عام هتلاقي الالجوليثم بشكل عام ممكن تخل لها ايام اساسا وانت بتعمل لها فاللوه لك انت تخيق انت مع كل تعديل ده انت علشان تقارن تشوف النتيجة بعد التعديل وقبل التعديل انت محتاج اسبوع مسلا ولا حاجة علشان تبدأ تقارن المقارنة مرة واحدة فده حل مش منطقي مش عملي طبعا فكان الحل للمشكلة دي بكل بساطة ما يسمى بالثيوريتيكال اناليسيز اللي هو احنا حنعمل اناليسيز او تحليل ولكن تحليل نظري لان التحليل العمل ان انا اطبق واجرب على النظريات او اجرب على الالجوليثم بنفسي مش منطقي ومش هينفع طب ايه الحل تعالى بقى نحسبها بالورقة والقلم احنا الاثنين مع بعض فاول ميزة للثيوريتيكال اناليسيز ان انت مش محتاج تنفذ او ترن الالجوليثم على اي ماشين او اي حاجة من دي خالص انا هتعامل مع الموضوع بالرياضة وانا عاوز اوصل للرنينج تاين بتاع الالجوليثم ده فانا هتعامل معها لانها معادلة المعادلة دي عبارة عن دلة في ان زي في الرياضة كنا بنقول او دلة في اكس هنا حيبقى دلة في الانبوت سايز بتاعنا اللي هو ان الدلة دي بكل بساطة هي الرنينج تايم او هو الوقت المستهلك في النهاية زائد من اهم مميزات الطريقة دي ان اه هتخليني احسب سرعة الالجوليثم او سرعة تنفيذ الالجوليثم من غير ما نعتمد على الهاردوير او السوفتوير باي شكل كان علشان نعمل حاجه زي كدا قال لك بكل بساطة هنبدأ نحسب او نعد البريمتيف او الوبريشنزو اللي بتتم فيه الكود او الالجوليثم اللي احنا بنبنهه فيبقى اول حاجة انا هشوف الالجوليثم او الكود اللي عندي هبدأ ان احسب عدد الالجوليثم الموجود في ده بكل بساطة وبنفس المنطق هعمل كدا مع الجوليثم او Abg.لالجوليثم اللي هيكون فيه أقل اكيد طبعا هيكون اسرع لو اياه فيها أقل من بي فاكيد ايه اسرع من بي وطبعا احنا هنا مفترضين افتراض مهم جدا ان كل الوقت لها نفس الوقت المستهلك يعني مافيش اوبريشن هتاخد وقت اطول من التاني وطبعا البريمتيف اوبريشن دي ممكن تبقى اريثماتيك اوبريشن عملية جمع او طرح او ضرب او اسمها وعملية حسابية بشكل عام ممكن تكون عملية تعريف فاريبل انت لسه بتعرف فاريبل او بتقوله ان في فاريبل معين بشكل معين من نوع كذا انت عاوز تعمله ده ممكن يبقى مقارنة رقمين ممكن تبقى ان انت بتحاول او عنصر جوه list او جوه array من خلال الاندكس بتاعه ممكن ان انت بتنادي function ممكن تبقى بتريتيرن قيمة او حاجة من function نفسها وهكذا فكل دي امثلة على البريمتيف اوبريشنز اللي احنا بالنسبة لنا يعني الوقت بالنسبة لها مش مهم قوي او بالنسبة لها الوقت هيبقى وحدة زمن اللي هو الوقت المستهلك في تعريف زي الوقت المستهلك في ان انت تدي له قيمة زي الوقت المستهلك في ان انت تترجع قيمة من function او غير او غير فلو طبقنا نفس الفكرة بقى على المثالين اللي قدامنا دول وحسبنا عدد البريمتيف سنبدأ نفهم الفكرة اللي تعرفها لي اكتر وقف الشاشة هنا وعاوزك ان انت تجرب بنفسك الاول تحسب عدد البريمتيف في الفور الاولى وعدد البريمتيف في الفور الثانية وتقارنها بالنتج اللي هنقوله دلوقت انا طبعا هفترض انك وقفت الشاشة وعملت كده لانك لو ما عملتش كده فانت بتضر نفسك في المقام الاول اول لوب عندنا عدد البريمتيف فيها سيكون 16 اوبريشن ليه؟ خلونا نشوف واحدة واحدة اول حاجة انت بتعرف البريمتيف يساوي 0 فده 1 اقل من 5 اثنين بعد كده بيبدأ انه هو يحسب اوبريشن 1 ينفذ اوبريشن 1 في اول لوب بعد كده يروح يزود قيمة اي يقارن تاني مقارنة اللي هو هل اي جديدة اللي هي الواحد اقل من 5 بعد كده اقل من 5 فهيروح ينفذ اوب 1 كمان مرة يزود الاي بعدين يقارن بعد كده يزود الاي فيقارن من 5 وهكذا لحد ما توصل هتلاقي نفسك وصلت ال 16 اوبريشن تقريبا 16 اوبريشن ممكن ترمو 16 17 في الحدود دي يعني لو بصينا للفورلوب التانية بنفس المنطق هتلاقيها ان هي 62 مرة طبعا انت بتحسب كل حاجة والاوبريشن والمقارنة والبلاس اللي بيتم والفاريابل اللي انت معرفه وكلام ده كله فلو بصينا للاثنين فورلوب اللي قدامنا دول هتلاقي طبعا بما ان الفورلوب الاولانية عدد الاوبريشن فيها اقل من التانية وبالتالي هي اسرع من التانية بس لو انفضلنا نحسبها بالشكل ده الموضوع هيبقى مهلك ومش منطقي برضو اذا كان في الفورلوب التانية اللي هي عبارة عن سطرين بس انا حسبتها في 62 مرة لو انا عدت احسبها بشكل مشكلة فالموضوع مش هيبقى احسن حاجة ومش قلطف حاجة طب ايه الحل؟ قالك طب احنا ممكن نحسن الموضوع شوية ازاي؟ قالك لو رجعنا للفورلوب اللي فاتت دي اللوب الاولانية نفذت الأوبراشن 1 يعني انت لو بصيت للجملة اللي هي اوب 1 دي هتلاقي انها تنفذت خمس مرات فقط ولو بصيت الأوب 1 في الفورلوب التانية هتلاقات نفذت عشرين مرة فقط من غير ما احسب عدد الأوبراشن المستهلك في تعريف الفاريابل اللي هو بتاعنا اللي هو الاوي ولا المقارنة اللي هي اي اقل من الخمسة ولا حتى الزيادة اللي هي اي بلاس بلاس مجرد أننا حسبت عدد مرات تنفيذ أو اللي جوه الفورلوب كان كافي بالنسبة لي أو معبر بالنتيجة النهائية وعرفني في النهاية أن الفورلوب الأولينية أيها حتخلص قبل الفورلوب الثانية فده خلى في نقطة مهمة كده تيجي في دماغنا وسؤال مهم اللي هو هل إحنا محتاجين نحسب كل حاجة وإحنا بنعد الأوبريشنز قال لك لا مش محتاجين النقطة دي فقال لك بكل بساطة الكمبيلرز بتاعتنا مع الأجهزة والهاردوير والصوفتوير والكلام ده كله بقى كويس جدا في العمليات والمهام العادية البريمتيف أوبريشنز البسيطة دي اللي هو أنت عاوز تإنكريمينت في اللوب عاوز تإنشيالايز الفاليو مثلا عاوز تقارن في الكونديشن وغيره العمليات دي كلها بسيطة ممكن الكمبيلر يتجهلها أساسا وده دليل على قد إيه هي صغيرة وبسيطة جدا وبالتالي بقى منطقي أكتر أن أنا أركز على اللي جوه الفورلوب المحتوى نفسه اللي هو المستهلك جوه الفورلوب فقالك بكل بساطة خلونا نعتمد على اللي جوه الفورلوب ونتجاهل اللي بره الفورلوب أو اللي هي العناصر اللي بنية الفورلوب نفسها فلو بصينا للأمثلة اللي قدامنا دي مع اعتبار بقى الطريقة الجديدة اللي احنا نعملها أننا حنركز على اللي جوه نفسها أو اللي جوه الفورلوب نفسها مش حنركز على اللي بره خلونا نشوف النتائج هتوصل لإيه برضو مطلوب منك توقف الفيديو ثواني وتبدأ تفكر في الاتنين فور لوب اللي قدامنا دول وتحاول تحسبها بشكل سريع بمجرد النظر بس كده وتبدأ تقارنها مع النتيجة اللي احنا قلناها النتيجة بكل بساطة إن بما إن اللوب اللي فوق دي حتلف عشر مرات معنى كده إن الأوب 1 أو اللي جوه الفور لوب ده حيتنفذ عشر مرات لأنه بكل بساطة حيبدأ من أول عشرة لحد زيرو فده معناها إنه هو هينفذ الأوب 1 دي عشر مرات بنفس المنطق لو بصينا للفور لوب التانية هللاقي إن هي هتبدأ من الان وحتنتهي بالزيرو فحتنفذ الأوب 1 عدد إن من المرات اللي هو إن ناقص زيرو لو بصينا للفور لوب الس التانية اللي قدامنا دي وقف الشاشة وبعدين جاوب وبعدين شوف النتيجة معنا الفور لوب الأولانية هللاقي إن هي آ هو بادئ الآي بعشرة وبعدين لحد خمسة معنى كده إنه هينفذ الأوب 1 خمس مرات بس فزي ما هو واضحوا قدامنا لكن الفرلو بالتانية بدأ من أول المية لحد n يعني بدأ من أول المية طول ما ال i أقل من ال n معنى كده أن ال n ده رقم كبير وفي كل مرة بيزود قيمة واحدة بس معنى كده إن ده هيلف عدد من المرات n ناقص 100 لأن احنا بنقول الكبير ناقص الصغير ومن الشكل اللي واضح قدامنا كده أن a هو بدأ بالمية لحد ما i اللي هو بتاعك اللي هو بيزيد عن كل مرة 1 يقوم بعمل 100 و 101 و 2 وغيره لحد ما الاي يكون اقل من الان في وقتها معنا كده نوع حيلف عدد من المرات ان اللي هو الناتج النهائي ناقص المية اللي هو الرقم اللي بدأ بي لو بصينا للوبس اللي قدامنا دي مثلا اللوب الاولانية دي هو بدء من الاي بيساوي زيرو لحد اي اقل من العشرة طبعا انت للوهلة الاولى هتقول عشر مرات بس انا هقولك لا هم خمسة ليه لان الزيادة في كل مرة هتبقى باتنين في يعني في كل مرة هيبقى الاي بزيرو بعد كده اتنين بعد كده اربعة ستة تمانية عشر فحتلاقي نفسك الوبريشن دي الوبريشن وان دي انت نفذت خمس مرات فقط لو بصينا للفورلوب التانية برضو نفس المنطق هتبدأ من زيرو لحد ان ولكن الانكريمينتينج او الزيادة اللي بتزيد في كل لفها هتبقى بالتلاتة فعشان كده هتقول ان ناقص زيرو اللي هو الناتج النهائي اللي احنا ممكن نوصله ناقص الرقم اللي احنا بدأنا به على مقدار الزيادة اللي انت بتعمله اللي هو على ثلاثة بقى ان ناقص زيرو على ثلاثة يعني ان على ثلاثة زي ما هو واضح قدامنا لو بصينا بقى للشكل اللي قدامنا ده هنلاقي ان هو فورلوب بتنفذ اوبريشن معينة وجواه فورلوب تانية ففي عندنا هنا اتنين فورلوب جواه بعض ودي نقطة مهمة جدا جدا الفورلوب اللي فوق دي هتبدأ من اول زيرو لحد مية معنى كده ان اللي جوا الفورلوب دي اللي هم الحاجتين دول هيتنفذوا مية مرة فاول حاجة الوبريشن 1 دي هتتنفذ مية مرة واللي تحت دي اللي هالفورلوب اللي جواها هيتنفذ مية مرة كمان المية مرة اللي هتتنفذهم الفورلوب التانية غير المية مرة اللي هي نفسها هتلفهم فحتلاقي نفسك دي بتتنفذ مية مرة ودي هتتنفذ مية في مية مرة فحتلاقي في النهاية الناتج مية زائد مية في مية وطبعاً مية في مية يعني عشر تلاف فعشر تلاف زائد ميه يعني عشر تلاف simplemente، هتك 있으니까 الناتج ما هو مية زائد مية في م te اللي هي عشر تلاف ومية زي ما هو واضح قدامنا كدة. طبعاً انت بفك الأقواص هتلاقيها عشر تلاف ومية يعني مية في واحد زائد مية في مية فهتلاقيها أيضاً عشر تلاف ومية في النهاية. فدا بكل بساطة عدد في الشكل او المثال الذي قدامنا. لو بصينالمثال بذلك بعد الفور لوب دي يعني مثلا أنا عندي هنا int i بيساوي 0 لحد i أقل من ال n أنا معرفش ال n دي نهايتها فين بس هو n بشكل عام وفي كل مرة زيادة i plus plus أنا عندي condition هنا بعمله بقول لو my array of i بيساوي بيساوي ال a الواضح قدامي أن my array ده عبارة عن string أو array of characters ومعنى أن أنا أقول له my array of i معنى كده أن ده حرف معين فmy array of i أنا هعد على أول حرف اللي هو ال индекс بتاعه 0 بعد كده تاني حرف ال индекс بتاعه 1 ال индекс بتاعه 2 ال индекс بتاعه 3 ال индекс بتاعه 4 وهكذا فأنا مش عارف أنه حرف اللي موجود في ال индекс 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 أي أن كان اللي هو بيساوي فيه ال a أو اللي حيتحقق فيه ال condition ده وخاصة أنا ما معاييش القيمة بتاعة my array فهنا حساب عدد operations ما نقدرش نقول هو إيه بالظبط ولكن نقدر نعتمد على ما يسمى بقى التوقع أنا محتاج أقول له أن في الحالة دي best case بتاعتي أو أفضل حالة أن أول عنصر أنا هدور فيه أو أول индекс أنا هدور فيه هلاقي فيه العنصر اللي هو ال a اللي هو بمعنى آخر عند ال индекс 0 ألاقي العنصر اللي أنا ما أدور عليه اللي هو ال a أو يتحقق الشرط بتاعي اللي هو my array of 0 بيساوي بيساوي الحرف a يبقى أول حرف موجود فيه my array اللي هو حرف a capital وهنا أنا هكون واحدة بس ودي بي نسميها best case إن أنا لاقي الحاجة اللي أنا بدور عليها أو الحاجة اللي هتحقق لي condition بتاعي وتعمل اللي break إن هو هتوقف لي بقى عملية البحث دي الحاجة دي ألاقيها في أول عنصر معنى كده إن ده best case بتاعي وإن أنت استهلكت operation واحدة بس لكن worst case بقى إن حرف a ده ألاقيه في آخر индекс اللي هو إنه ناقص واحد أو إنه ما يكونش موجود أساسا في ال array بتاعنا اللي هو my array لأن ممكن my array دي ده ما يكونش فيه حرف أساسا ودي اللي بنسميها worst case وقتها كده لو بصينا للسؤال اللي بعده السؤال اللي قدامنا ده مثلا أنا عاوز منك حاجتين هنا أول حاجة فكر الكود اللي قدامنا ده الكود البسيط الجميل اللي قدامنا ده بيعمل إيه يعني فيه for loop الفور loop دي فيها جواها if condition ال if condition دي بيسأل سؤال ولو السؤال ده تحقق حترترن false لو ما تحققاش سيقعد يلف على باقي العناصر لحد ما يتأكد إنه هو ما بيتحققاش خالص فيجي راجع في النهاية return true الحاجة دي أكيد بتهمي function معينة أو بتنفذ مهمة معينة أنا عاوزك تقول لي بقى إيه المهمة اللي بتنفذها function اللي قدامنا دي أو الكود اللي قدامنا ده تاني حاجة احسب لنا عدد the operations الموجودة في الكود ده مهم جدا أنك توقف الشاشة هنا أو الفيديو هنا وتبدأ أن تتفكر في السؤالين اللي أنا سألتهم قبل ما أجاوبك على السؤالين دول أول سؤال هنا الكود اللي قدامنا ده بيعمل إيه أول حاجة خلينا بنشوف كده وفور لوب حيبدأ من ال i بيساوي 0 لحد n-1 في كل مرة حيزود قيمة واحدة بس حتسأله حتسأل كل قيمة هل a of i يعني عندنا array اسمه إيه غالما array ده array of integers أو array أي أن كان array of integers غالبا يعني array of number رقم يعني فلو array of i a of i ده أكبر من a of i تقدر واحد return false لما تعرف أن القيمة اللي انت واقف عليها حاليا أكبر من القيمة اللي بعدها return false طب لو ما تحققش روح على بعده عن ال index 1 ال index لما تعرف أن الرقم اللي عندي index 1 أكبر من الرقم اللي عندي index 2 return false وهكذا لما تلاقي أن الشرط ده ما تحققش في ولا عنصر جوه بتاعة array كله حت return true بكل بساطة ال function دي هي function بتاخد array اللي هو A وبتبدأ تلف على كل عنصر علشان تتأكد هل ال array ده مترتب ترتيب تصاعدي ولا لا بحيث أن هي لو مترتبة ترتيب تصاعدي حترجع true لو مش مترتبة ترتيب تصاعدي حترجع false علشان كده حتلاقينا بنقول في أي وقت تحس أن A of I الرقم اللي موجود في index صغير أكبر من الرقم اللي موجود في ال index اللي بعديه فوقتها return false وقف الدنيا لكن ما دون ذلك لو عديت على كله ولقيت أن كل عنصر أصغر من العنصر اللي بعديه فوقتها return true وقل له أن ال array دي مترتبة ترتيب تصاعدي والدنيا تمام وزي الفول عادة ال operations هنا بكل بساطة حتقول له على حسب لو A of 0 أكبر من A of 1 يعني ال condition بتاعي ده اتحقق من أول لفة من أول I بزيرو حرفيا أنت عملت مقارنة واحدة بس وقفلت الدنيا فده اللي بنسميه البست كيس لكن الورست كيس بقى أن ال array تكون مترتبة ترتيب تصاعدي ليه لأنها هتعدى على كل العناصر بتقارن كل عنصر بالرقم اللي بعده وبتقول هل الرقم ده أكبر من اللي بعده لا ما هي مترتبة ترتيب تصاعدي وهكذا تقعد تلف على كل العناصر يعني استهلكت أو مقارنات أو عدد ودي اللي بنسميها بالنسبة لنا آخر مثال عندنا المثال ده أنا مش هحله ولكن أنا هسيبك تفكر فيه دلوقتي احنا عندنا لوب أو دي هتبدأ بال يسوي واحد لحد اقل من أو يسوي الان في كل مرة اي ازترسك اكوال تو انا عاوز أحسب عدد